مرحبا بكم متابعين الأوصياء موضوعنا اليوم فوائد عشبة كافي مريم للمساعدة على الحمل مع طريقة استخدامها تشتهر عشبة كافي مريم بقدرتها على تفاعل الخصوب بشكل كبير والمساعدة على الحمل بشكل سهل وسريع مما تثير تفكير الرغبات في الحمل على تناول هذه العشبة تتميز عشبة كافي مريم بقدرتها على خفض مستويات هرمون الأستروجين بالجسم لأن ارتفاعه على الحد الطبيعي يؤدي إلى ضعف الخصوبة الأمر الذي يتسبب في تأخير الإنجاب والتعرض لإتراب بين فترات الحيب كما أنها تقلل من نسبة هرمون البرولكتين أو هرمون الحليب والذي عادة ما يكون أعلى عند النساء أثناء فترة الرضع وأثناء الحمل يمكن أن يؤدي ارتفاع هذا الهرمون عند النساء الغير الحوامل أو المرضعات إلى مشاكل مثل قلة الإبادة وأحساس بالتوتر أو الاكتئاب لذلك ينصح باستخدام هذه العشبة والتي تساعد الجسم على تنظيم مستويات الهرمونات وبالتالي تجنب هذه الأعراض كما أنها تقوم بالعمل على تنظيف الرحم من كافة الأوساخ والدماء والتي تتبقى بعد نزول الدورة الشهرية وتعمل على التخلص من المشاكل الخاصة بالدورة الشهرية والتي قد يكون السبب الأساسي في حدوثها هو تكيسات المضايد كذلك تستخدم بصورة كبيرة للإجهاد خاصة في الأسابيع الأولى من الحمل حيث أنها تساهم في نزول كتل الدم المتجمدة والأوساخ التي توجد بالرحم للاستفادة من فعالية عشبتك في مريم عليك تناولها لمدة زمانية تتراوح لثلاثة أشهر حتى تحصلين على نتيجة مضمونة وقد أفاد الأطباء بأنه يفضل تناولها قبل أيام قليلة من فترة التبويد بغرض تهيئة الرحم وتنظيم فترة التبويد وتعزيز الخصوبة لدى النساء أما بالنسبة للسيدات التي تعاني من تأخر الحمل وتتسائل عن طريقة استخدامها يجب غسل هذه العشبة جيدا حتى تتخلص من كل الأترب والغبار جهز كوب من الماء المغلي ثم أضيفها إليه وترك هذا الخليط على جنب لمدة 6 دقائق ثم نصف هذا المشروب ونضيف إليه ملعقة من العسل للتحلية كما من الممكن أن يتم طحنها وإضافتها للحليب أيضا يمكن شراء الكابسولات الجاهزة والتي تضم مكونات تلك العشبة في تركيبتها بحيث لا تقل الفترة العلاجية عن ثلاثة أشهر متتالية ينصح بعدم الإكثار من تناولها وذلك تجنبا لأضرار جانبية مثل زيادة الوزن والحك والغسيان والضرابات في المعيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر